سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل والإنصاف وأن يرزقنا الأدب إنه لي ذلك والقادر عليه طيب الأخت تسأل عن السن الذي يخرجون فيه الأولاد الأطفال لأن من يحفظ في هذا الدار من الأخوات المنتقبات جزاهن الله خيرا السن قد يختلف من طفل إلى آخر السن قد يختلف من طفل إلى آخر بحسب قدرة الطفل على التمييز وعلى الوصف فإذا كان الطفل ليس مميزا ولا يستطيع أن يصف المرأة فلا بأس أن يبقى حتى يصل إلى هذا الحد وإلا فمسألة وضع سن محدد نستطيع أن نعممه على كل الأطفال فهذا أمر ليس دقيقا هذا أمر ليس دقيقا أما إن كان السؤال عن سن البلوغ فهو أيضا يختلف من طفل إلى آخر وللبلوغ علامات معروفة وللبلوغ علامات معروفة كظهور الشعر الشارب على الوجه أو شعر اللحية أو شعر الإبطين أو شعر أسفل البطن إلى غير ذلك من العلامات هذه علامات البلوغ أما علامات البلوغ عند المرأة فهو نزول الحيض عليها كما هو معلوم أما التمييز فهو لا شك ولا ريب يختلف من طفل إلى آخر فإن وجدنا الطفل يعني مميزا ويستطيع أن يصف فلا حرج في هذه الحالة أن نخصص جزءا آخر تابعا للدار يعني هذه نصيح مني لأخواتي أن نخصص جزءا آخر تابعا لنفس الدار ويتولى تحفيظ الأطفال الذين ينتقلون من هذه الدار بعد سن معينة لسيما وقد فهمت من أختنا الكريمة أن الطفل في هذه السن يعني يبقى له أجزاء قليلة من القرآن ليتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى فأرجو أن لا نترك هذه الثمرة أرجو أن لا نترك هذه الثمرة وإنما فلنجتهد من الآن أن نجعل ملحقا آخر ودارا أخرى تابعا لهذه الدار ويتولى التحفيظ فيها لأولادنا الذين يخرجون من دارنا بعد حفظ عشرين جزءا أو بعد حفظ خمسة وعشرين جزءا من أجزاء القرآن الكريم أن يتولى تحفظ الأولاد بعد هذا السن بعد سن التمييز والإدراك والمعرفة بعض إخواننا من أهل القرآن أيضا وبذلك نقول قد جمعنا بين الخيرين ولم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى لأخواتنا أن يصطرهن في الدنيا الأخيرة وأن يزيدهن همة وعملا لدين الله وجزاكن الله خيرا